المايكروفون اهلا بيكم النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا فيها هندس الصوت اول حاجة بتقابل مصدر الصوت قبل ما ناخده نوديه في اي حتة او نسجله او نعمل بيه اي حاجة الوجهة اللي بداية هندسة الصوت بتبدأ معها المايكروفون انا معايا دلوقتي نوعين اه مايكروفونات الدول اللي انا هتكلم عليهم النهاردة اه اه في نوع تالت ورابع وخامس انواع كتيرة جدا من المايكروفونات انا مش هقدر هتكلم عليهم دلوقتي انه مش هيهموني قوي دلوقتي في تسجيل الصوت في هندسة الصوت لان يعني ميكروفون زين انا لابسوا عشان اقول الحلقة ديت اللي بتعلق اللي بتشبك ده ده بيبقى ميكروفون مسلا بيستعملوا في الستوديوهات بتاعة التلفزيون والفيديو والكلام ده لان المصدر بتاع الصوت محتاج يبقى مشبوك على شخص بيتكلم مسلا في محاضرات حاجات كده يعني انما انا هتكلم عن النوعين اللي انا بستعملهم عشان اسجل اصوات اللي هي المطربين او الناس اللي بتقدي او الالات لو فيه الالات عندي في الستوديو بحاول القط الصوت بتاعها بالمايكروفونات دوت عشان اسجلهم على اه مصدر او ان انا اسجلهم على جهاز تسجيل او الكمبيوتر اول نوع انا هتكلم عنه وكلنا عارفينه وكلنا استعملناه قبل كده مفيش حد تقريبا مننا ما تكلمش قبل كده في مناسبة او في اي حاجة كان قدامه مايكروفون مسلا او سجل في مايكروفون بتاع تسجيل بتاع البيت بتاعه اه المايكروفون ده بيسموه انا مش عارف وما سموه دايناميك ليه هل دايناميك عشان بيستقبل اه مثلا اصوات عالية جدا واسوات واطية جدا وبيقدر يفرق بينهم كويس اوي بيطلع التفاصيل بتاعت الصوت كده ولا دايناميك عشان انت بتقدر تاخده وبتتحرك به وقت ما انت عاوز ممكن كل السببين يعني اسمه يعني متحرك يعني او بيقبل الصوت اللي هو فيه فرق بين العالي والواطي فيه الصوت ممكن يكون قريب من المصدر هنا اوي وكون صوتي عالي وانا بتكلم يلقى الصوت العالي وكون صوتي واطي برضو يقدر يفرق ويلقط الصوت الواطي اه اقدر اتحرك به من غير ما المايكروفون نفسه يطلع صوت ايدي في الحركة ويطلع صوت الاهتزازات ولا رجلية وانا ماشي على ستيج مسلا او على ارض الستوديو عشان كده المايك دوت بيفضل في اللايف انا قليل جدا لما بشوف ناس بتسجل باي انواع مايك تانية لما بيبقى في حفلة لايف او ناس بتغني اه في في نطاق مسلا مصرح وستيج وناس بتتحرك ومطربين والكلام ده كله المايك الديناميك هو سيد الموقف انا اللي في ايدي ده دلوقتي الشور اس ام فيفتي ايت اه الشور اس ام فيفتي ايت ده مايك مشهور جدا في عالم الموسيقى ويعتبر هو اعتبروه يعني ان ده الستاندرد بتاع الصناعة صناعة الصوت ده الخط اللي بيقول لك بعدك ده احلى منه ده اقل منه ده الخط بتاع الطبيعي بتاع الناس اللي عايزة بتعمل شغل محترف الاس ام فيفتي ايت ده شهرته جات ان هيئة الهزاعة البريطانية البي بي سي استعملته في السبعينات لان لقيت انه يعتمد عليه جدا في انك انت المرسلين بتوحها كلهم اللي بتحركوا في الشوارع محتاجين حاجة يعتمد عليها انها تطلع كواليتي صوتها عالي جدا وفي نفس الوقت تكون قليلة الخطر انها مثلا يحصل لها حاجة فبيطيء اطالة عمر المايكروفون ده بتخلي ان هما مايتفعوش فلوس كتير يعني يجيبوا بقى حاجات بديلة ويجيبوا حاجات لما تتكسر ولما تبوز يعني اللي تقلي ان المايكروفون ده ترميه في الحيطة يرجع لك تاني يعني المايكروفون الاس ام فيفتي ايت ده راسه مدورة كده زي ما انتم شايفين لان ده مخصص للناس اللي بتغني او الاصوات بتاعة البني ادمين يعني لو انا عاوز النفس المايك دوت يبقى الالات موسيقية بتبقى السطح بتاعه املس يعني بيبقى السطح بتاعه اه مبطط بحيس انك انت تقدر تقربه على المسافة اللي انت طالبها للالة الموسيقية ديت عشان تطلع الصوت بالزبط بالتفاصيل بتاعته هو اساسا انت ما بتجيبش مايك تاني ولا حاجة هو هو نفس المايك يعني الشركة اللي بتصنعه بتصنع نفس المايك بس ازا ما انتم شايفين كده انا بفك الحتة اللي فوق ديت ده الاصل بتاع المايك دوت بيتركب عليه كابسولة تانية زي ديت كده بس راسها بتبقى مسطحة يعني وتتحط عليها فوقها يعني فدوت بيبقى اللي هو المايك الشور التانية بتاع الالات اسمه شور هو هو نفس المايكروفون بس الكابسولة اللي فوق ديت بس شكلها متغير المايك دوت طبعا كل ما انت آآ لقيت على المايك مسلا كتيرة هتلاقي بعض المايكات مسلا عليها زرار زي مايك ده مايك برضو يعتبر دلوقتي من المايكات وبنفس السعر تقريبا بس يعتبر بيتهيقلي في نفس الجودة ويمكن احسن شوية انه بيبقى عليه زرار انك انت تقدر تطفي وتفتح المايك فممكن تقفله لو انت عايز تغير الكابل او انت عايز تعمل انت دلوقتي محتاج الراجل مهان للصوت يطفي للقناة بتاعته عشان تقدر تغير ده وتخلع الكابل من غير ما يعمل صوت يعني يزعج الناس يعني ده بغفوش اي حاجة خالص هو عبارة عن مايك حتة حديدة والكابسولة من جوة اللي بطلقت الصوت ديت والغطة بتاعها اللي احنا شايفين ودوت آآ المايك ده عاملي جدا زي ما احنا قلنا آآ المايك ده بتوصل زي ما احنا شايفين اللي هو التلاتة التلاتة احنا مش هنتكلم على حاجة غير محترفة ده بقتي في في كورس هندست الصوت بتاعتنا مش هنتكلم على حاجة غير محترفة الغير محترفة اللي هو الوصلة الانالوجي القديمة اللي هي عبارة عن زي 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 تليفون هم بيسموه جاك تليفون كمان يعني آآ ده خلاص ده مش محترف محدش بيستعمله لانك انت زي ما احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت آآ بيلقط آآ ضوضاء كتيرة من المجالات الكهروماغناطيسية اللي حوالينا وحتى من الاشعة الكونية يعني اللي بتيجي من الكواكب الاخرى وبتاع ما فيش بتلوس الجو بموجات كهروماغناطيسية وبتاع فده مش انقى حاجة انك انت تنقلها عشان تقدر تنقل الصوت في كابل من ناحية ناحية غالبا بيبقى الكابل ال اكس ال ار ان انا هنحو ارهولكم دلوقتي ده الكابل ال اكس ال ار ده اللي هو الجاك بتاعه بيبقى فيه تلاتة بيركب في المايكروفون من هنا وبيشبك حتى كمان فيه سنة بتك كده يعني مش مش هيتحرك يروح في عتة بيتأمنه يعني والتلاتة ايه التانين بيروحوا عند يتوصلوا بالميكسر في القناة التانية عشان نقدر نطلع الصوت المطرب بيقدر يتحرك بالمايكروفون او انت بتقدر تثبته لو انت حتولق صوت عزف آلة معينة الرينج بتاع آآ ده رينج محترم جدا انت عادة لما بتشوف الخريطة بتاعت الاستجابة بتاعت المايكروفون للترددات الصوتية كل مكان المايكت ثابت في استجابته لكل الترددات تقريبا ده كل مكان دوت كويس لانه ده معناه ان مش مسلا اللي صوته مبايز اوه هيطلع البيس بتاع صوته اعلى بس الصوت الحد اللي في صوته مش هيا بقى قد كده ده معناه انه بيستجيب لكل الترددات الترددات الوطية اللي بتعمل الصوت الغليز. والتردودات العالية اللي بتعملوا الصوت الحد في المايك لما بتشوف الخريطة بتاعته بتاعت الهرتز بتاعته وانت بتشتريه قبل ما بتشتريه طبعا ممكن ترجعها على الانترنت كل شركة بتصنع مايكات بتحط لك خريطة التردودات استجابة المايك ده والتردودات ده المايك ده استجابته هيلة جدا لكل التردودات بالتساوي فده معناه انك انت حينقل لك الصوت بامانة من كل الطبقات الطبقات العالية بتاعته والطبقات الواطية بتاعته هينقلها بنفس الليفل وبنفس الامانة وبنفس الدقة. فده يعتبر من المايكات الكويسة في الموضوع دوت. اهم حاجة في موضوع المايك حاجة بيسموها البروكسيميتي. البروكسيميتي يعني ايه البروكسيميتي? القرب من مصدر الصوت. القرب من مصدر الصوت. عشان كده المايك اللي انا حطه على الاميس دوت آآ قريب جدا من مصدر الصوت اللي هو بقي. عشان ينقل الصوت. كل ما اقربت المايكروفون لمصدر صوتك كل ما كان دقة نقل الصورة الصوتية في خلال المايك دوت. ما ينفعش احطه كده. واتوقع ان المايكروفون هينقل الصوت بنفس التفاصيل. حاجات حضية. لان حاجات اللي هتبقى آآ قوتها قليلة جدا انش هتأثر على الكابسولة اللي هي بتلقط للصوت من بقي الشريحة ديت اللي هتمغنط آآ الطيار الكهرابي وراء السلكتين دول تنقل فيهم طيار هرابي بناء على الحركة قدام المغناطيس. فمش هيبقى بالزبط الصور الاصوات اللي بتبقى ضعيفة مش هتتنقل. كل ما انت بعدت عن مصدر الصوت. وكل ما انت قربت من مصدر الصوت كل ما كان المايكروفون آآ امين في نقل الصورة دي. هنجرب دلوقتي الكلام ده. انا وصلت المايكروفون بالمسجل اللي انا بسجل عليه صوتي دوت. وحنسمع دلوقتي صوتي من المايكروفون الديناميك ده مختلف عن صوتي اللي جاي من المايكروفون اللي انا بسجل بالحلقة ديت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ده صوتي لما بيقرب من المايكروفون الديناميك والصوتي بالتفاصيل بتاعته بتبقى طلعة في المايكروفون الديناميك. المسافة دلوقتي حوالي خمسة سنتي من بقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت بعد بقى حوالي خمسة وعشرين سنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت باعت بقى حوالي نص متر رجعت تاني خمسة سنتي ده افضل مكان بالنسبة للصوت عشان ينقل تفاصيل صوتي وينقل الطبقة الغليزة اللي فيه والطبقة الحدة اللي فيه والس حرف السين والب حرف البي طيب لو انا قربت من الميكروفون اكتر كده هوت يعني هيبقى ينقل بقى التفاصيل هتبقى عالية جدا الصوت بتاع ده وتوسعات حرف البي بيطلع هوا من بقي ب ب ب حرف البي بيطلع هوا طبعا عشان اتلافى حاجة زي دي ان ما يحصلش حرف الب يطلع الطاقة دية اللي بتخش على الكابسولة فتعمل الصوت القبيح اللي احنا بنسمعه دوت احنا بنركب على المايكروفون حاجة بيسموه بوب شيلد بوب جاي من كلمة بوب 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 زي زي الاجانب بيقولوها يعني حامي او درع فبركب على المايكروفون اللي هو البوب شيلد دوت وبقول حرف البي لو انا اساسا حوالي هوا او حوالي اي مسلا طاقة جاية من هوا او من بقي من حرف البي السفنجة ديت اللي تبقى حوالين المايكروفون حتحميه من الهوى دوت اللي بيجي دوت او الطاقة اللي بتيجي فجأة كده ديت فبتقللها بحد كبير بحيس انها توصل وما بتمنعش الصوت ان هو يبقى بتفلتر خلاله فانا بسمع دلوقتي الصوت بحرف البي من غير مسلا ديت الطاقة اللي بتطلع في المايكروفون دوت فاللي هو دوت يفضل طبعا لو انت بتشتغل في الهوى الطلق عشان ما يفيش الاصوات ما يجيش فيها الهوى دوت او المطرب ما انتاش واسق ان هو هيحافظ على مسافة معينة ومش محترف قوي مش هيعرف الحروف اللي بتطلع تطلع الطاقة ديت عشان يقدر يتحكم فيها يعني وكده فطبعا بتركب على المايكروفون اللي هي السفنجة ديت عشان تقدر تطلع الصوت النقي اللي انت عاوزه وزي ما قلنا البروكسيميتي او القرب من المصدر هو مفتاح جمال الصوت بالنسبة لاي ميكروفون مش النوع ده بس تاني نوع مايكروفون بنستعمله في الستوديو من اهم الانواع اللي احنا بنستعملها المايكروفون الديناميك اللي احنا كان معنا في الاول دوت انا بستعمله ممكن في الفوكل ممكن بستعمله في الالات الموسيقية انا لصوت الالات الموسيقية وغالبا بستعمله في الدرامز غالبا بستعمله في الدرامز لانه الطبول صوتها عالي وفيها القمة بتاعت الصوت بتبقى ضربة فطبعا المحتاج انت مايك يتحمل التردادات العالية والتردادات الواطية بحيس يقدر يطلع فرق كبير بينهم فبيبقى المايك الدايناميك طبعا اقرب انه هو انك انت تقدر تحطه على الطبول بتاعتك والدرامز بتاعك بحيس يطلع الصوت من غير ما تطلع فيه اي ديستورشن طبعا اي مايك هينفع انك انت لو انا ركبت دوت على الدرامز ممكن اعمل بيه صوت اقدر اطلع واظبطه بس محتاجة مهندس شوت شاتر بس عشان يقدر يتحكم في الليفل بتاع الصوت انما غالبا كل الدرامرات لما بيجوا يسجلوا الصوت بتاعهم بيبقى عن طريق مايك دايناميك زي دوت نيجي بقى للمايكروفون حبيب الملايين اللي احنا بنسمع به اصوات المطلبين كلها هو شكله طبعا بروفيشنال اوي ويخد هو عبارة عن الكابسولة بس بتبقى اعرض شوية من المايك الدايناميك بتاعنا وبيبقى حساس جدا لان اساسا بيتطلب طيار كهربائي بيبقى داخله من السلك نفسه اللي بينقل الصوت ده فيه طيار كهربائي بيدخل عشان يمغنط الشريحة دي فالمغنط الشريحة دي اساسا بتتلقى اي تغيير في الفولت بتاعها او في المغناطة بتاعتها عن طريق الاتزاز دوت فبيبقى المايك حساس اكتر للصوت فبستعمله طبعا لما بحب انقل بامانة المايكروفون دوت صوت المطرب بحب اطلع تفاصيل بتاع صوت المطرب فطبعا بستعمل مايك ده بيسموه المايك الكندنسر مايك المكثف جوا مكثف كهربائي اللي هو بياخد محتاج الدايرة دي عشان تشغل الكهرباء دي بحتاج عشان تشغل الدايرة اللي جوا المايك دوت المايك المكسب دوت المايك اللي في ايدي دوت ده مشهور جدا ده من آآ شركة اسمها رود. رود والمايك موديل دوت اسمه ان تي وان اي. ده بقاله مسلا عشر سنين يعتبر افضل آآ مايك بسعر قليل يعني من من افضل مايكات العالم اللي سعرها قليل جدا. وفي نفس الوقت بتدي بتاع الشغل المحترفين. مايك ده متصنع في استراليا ومتصنع بالايد. ما فيهوش آآ مصانع شغل التصنيع يعني. فده متركب متجمع بالايد في استراليا كمان دولة من آآ الدول الصناعية الكويسة. فآآ ده دلوقتي اعتبر من المايكات المهمة جدا للناس كلها بتستعملوا في استوديوهات البيت والاستوديوهات المحترفة على حد سواء. آآ المايك اللي زي دوت آآ آآ ما فيوش اي حاجة يعني مختلف خالص يقدر تختلف عليها حتى ما فيوش زرار يعني هو بجرد بس في حتة الحديدة دي تبين لك ده الاتجاه بتاع المايك انك انت تحطه ما ينفعش احطه كده لان الظاهر بتاعه ما بيستقبلش زي الوش بتاعه وش الكابسولة بيها وش واحد ده ده بيسموه كارديويد كارديويد مايكروفون كارديو جاية من القلب شكل القلب انت ما شفت شكل الموجة بيستقبل الموجة من قدامه كبيرة وكل حاجة كل حاجة بتحصل قدامه بيستقبلها من ورا في حتة بس عمية ما بتسمعش حاجة خالص من الصوت دوت بيسموها بتاعت المايكروفون ديت والباقي بيسمع من الجناب شوية والاكتر مسافة بيسمع منها من قدامه تلاقي الشكل بتاعه زي القلب فعشان كده بيسموه كارديويد مايكروفون اه المايك ده ما فيوش اي تغيير ما تقدرش فيه بعض انا مايكات هتلاقي فيها زرائر تغير الكارديويد ديت انه في كابسولة تانية في الظهر فده يقدر تستمع للظهر وللوش كمان ليه بقى لانك انت ممكن تحطه في النص كده يكون فيه واحد محاور ليا الناحية التانية ويسجل الصوت من الناحيتين واخد بالك فانت ممكن تسجل الصوت من الناحيتين كل كابسولة منهم بتلقط فيه كده بتبقى لزاعة مسلا والحاجات ديت اه المايك ده عشان كده ما فيوش اي اي شغل ولا اي زرائر ولا بتاعه في بعض المايكات برضو هتلاقي فيها زرار انك انت تتقلل الموجات الواطية اللي بتطلع مع الصوت يعني ايه الموجات الواطية ديت الموجات اللي زاعت التردد الواطي اللي زي مسلا احتكاك رجل مطرب بالارض الراجل مطرب واقف بيغني قدام المايكروفون وبتاع وشيغل بالله عمال يتحرك على الارض والصوت بتاع الارض ده بيتنقل خلال اللي شائل المايكروفون دوت وبيتنقل خلال الاهتزاز دوت المايكروفون ده في بعض المايكروفونات تلاقيها فلتر بتدوس عليه يقطع الموجات اللي هي التردد الواطي ديت عشان يطلع الصوت بالزبط اللي انت مسجله من غير اي تشويش خارجي يعني طب وانا بمسكه في ايدي بقى المايكروفون دوت وبتاع لأ ده انا هحتاج له جهاز مخصوص صغنطوت كده عشان اركب عليه المايكروفون دوت هنشوفه دلوقتي ادي الجهاز الصغير اللي انا ركبته دلوقتي هركب عليه المايكروفون ده دلوقتي هو عبارة عن آآ آآ يعني في في الوسط كده زي ما انتم شايفين شبه متعلقة بحبال او آآ على فريم معدني تاني خارجي ليه بقى الفريم اللي في الوسط ده متعلق بالاساتيك بس يعني كل اللي معلقينه بيه اساتيك عشان يقلل من الاهتزاز اللي بيجي من العمود دوت يوصلوا للبتاع اللي في النص ديت اللي هتشيل المايكروفون عشان اي حركة انا هتحركها واي خبط برجلي على بتاع المايكروفون ده ما ينقلش الحركة ديت بالصوت بتاعها للاستوانة الداخلية اللي متعلقة باستيك ديت علشان ان انا اقدر الصوت ده ما يلقطش من المايكروفون الحساس جدا 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 دوت طب امال ايه البتاع اللي قدامي دي هي عبارة عن ده يعني لو تقع بلاستيكة مدورة كده ومن جوة لو تفتكروا الشرابات الحريمي بتاعت زمان هو نيلون بتاع الشرابات الحريمي ديت بالزبط محضوط عليها حتى في ناس ممكن تعمل البوبشيلد دوت ده بيسموه البوبشيلد برضو اللي هو بينقل بيوقف الحرف البي والهوى انه يطلع من بقك يخبط في المايك الحساس دوت طبعا مستحيل تسجل صوت فوكل على المايكروفون دوت من غير ما يبقى عندك حاجة اسمها البوبشيلد بتاع المايكروفون دوت اللي هو بيوقف عارف الب والب والطاقة اللي بتطلع منهم بيوقفه هنا وما يوصلهاش للمايكروفون اللي هو بيبقى وراه انا حوصل للمايكروفون زي ما احنا شايفين كده المايك لازم يبقى في الوضع الرأسي دوت وانا انا بحطه دلوقتي كده طبعا المايكروفون اساسا هو بيجي مع السيستم بتاع التعليق بتاعه ده جاي جاهز يعني فالبوبشيلد ده متركب في آآ بتاع آآ متركب في زاوية كده وبتحكم فيها ديت دي بتحافز لو انا خليت المطرب واقف على طول من نفس المسافة هو عارف مكانه فين فما يبعدش بعيد ومايقربش قريب وهو بيشتغل لانا ساعات بيبقى حط السماء على ودنه ومندمج بقى وعمال يعرف انا لو حطيت له ديت في مكان اقول له بنتا خليها دايما في وشك ديت عشان تبقى عارف ان ده المكان المسافة بينك وبين المايكروفون وبزبط الصوت بتاعه على ان دوت مكان المطرب انا هجرب دلوقتي صوت الكوندينسر مايكروفون دوت وهنحس بيه الصوت ده بيه على امتى ويوطى امتى. دلوقتي هنجرب الكوندينسر مايكروفون او الكوندينسر القرب والبعد من المايكروفون دوت بتفرق كتير جدا في التعبير اللي انت عاوزه من المايكروفون دوت. يعني كل ما تقرب من المايكروفون اكتر كل مكان الصوت دافي وقريب من ودن المستمع. ويتطلع تفاصيل بتاعة رومانسية مسلا. فطبعا كل الاغاني اللي بتبقى من من المكان بتاع المصدر الصوت قريب من المايكروفون كل مكان الصوت ليه تفاصيل معينة بتدي الايحاء بالقرب من الكلام كأنه همس كأنه كأنه واحد بيهمس في اذن اه حبيبته مسلا. اه وكل ما تبعد على المصدر كل ما كان الصوت اه قوي ولامع. فانت بتستعمله في الاغاني مسلا اللي بيقى فيها الاقاعات وفيها صوت لامع وكده. انما الاغاني الرومانسية مسلا بتقرب شوية من المايكروفون. فاحنا هنسمع الفرق بين الحساسية بتاعتها المايكروفون ده كل ما قربنا وكل ما بعدنا. انا دلوقتي بتكلم من المايكروفون الكندنسر يعني. فانا كل ما هقرب لو تسمع الصوت بتاعي تفاصيله بتختلف. بتختلف. وهي عملا اي دلوقت. ومن هو عليها الوقت. وهي عملا اي دلوقت. ومن هو عليها الوقت. وكل ما ببعد اكتر كمان طبعا الصوت هيبعد عن المصدر. وهيبقى الصوت اضعف بكتير من المصدر لما يكون اقرب اقرب حاجة. نرجع تاني. المايكروفون الكندنسر دوت اه زيه زي اي ميكروفون. كل ما اقربت من مصدر الصوت للمايكروفون نفسه كل ما كانت تفاصيل الصوت بتاعتي اضق وبتتنقل لي افضل من ان انا ابعد. فالنجاح النجاح في اه موضوع المايكروفون القرب من المصدر. المايكروفون الكندنسر دوت طبعا ام يعني لازم بيقى معينة. انا القوضة اللي عندي هادية مفاهاش اه ضوضاء شوية وكده. ولكن لازال برضو بيلقت حاجة من منعكسة من الحيطان اللي وراء للرجوع تاني للحيطة اللي وراي بيرتد فمعها صوتي في تفاصيل تانية بتيجي. فالافضل شيء اللي هو الكندنسر ده يبقى وراه اه حاجة معينة زي كاتمة صوت او حيطة معالجة صوتيا بحيث ما ترتدش صوتي في الحيطة ديت والحيطة اللي وراي وارجع له تاني. فلازم معالجة صوتية معينة عشان تطلع افضل صوت ممكن. وطبعا البيئة لازم لازم يكون التحكم اللي فيها كامل وتام ماينفعش تفتح للشباك وعربيات بره عمالها تزمر وعربيات مش عارف ايه وعقال بتلعب وبتاع وانت تتوقع المايكروفون الكندنسر هيلقط صوتك انت بس ده هيلقط الدنيا كلها حواليك. فطبعا المايكروفون الديناميك بيبقى افضل في الموضوع دوت لو انت حواليك البيئة انت مش قادر تعمل عليها تحكم زي الستوديو مسلا. لما لو عندك في البيت قوضة تقدر تعزلها كويس يعني عن اي ضوضاء وتقدر تحط في الميكروفون. طبعا فيه اه حلول تانية انك انت بدل ما تعزل الحيطان صوتيا فيه ناس يعني هقول لك ابسط حاجة بحطه وراه اه حاجة بسموها بلانكت او او بطنية صوت. بطنية بتبع عبارة عن نوع مراهي من الصوف الزجاجي بتحطه وراه بتقتل الصوت اللي يروح لها. فتحط البطنية دي ورا المايكروفون بتاعك وتقدر تسجل. انا اعرف ناس بتسجل حتى في دولاب الهدوم يعني بيجي بدولاب الهدوم ويجي بطنه بمواد مسلا الهدوم والحفا والحاجات دي الصوت بيتكتم ما بيرتدش تاني. ويروح حاطة المايكروفون في وش الدولاب دوت كده ويبتدي يطلع الصوت بتاعه او يعمل الاغنية بتاعته او المقطع اللي هو الصوت اللي عايز يسجله في الاغنية بتاعته. فانك انت يبقى عندك البيت مش شرط تعزل حواية البيت بتاعك كله وتعملها بقى تبقى عندك تكاليفة عالية ومشكلة والقوضة مش قدرك تستعملها غير استوديو لان فيش حد بيحب يقعد في قوضة معزولة صوتيا عن عن العالم يعني بتبقى بتبقى مشكلة للسمع يعني. قلوا لي لو في صالحها اروح لها وصالحها ظلمها وقلبي جارحها اجلها ولا مش دلوقت. وهي عملاقي دلوقت. ومن هو عليها الوقت. طبعا اه فيه مايكات كتيرة غير الرود ان تي وان اي. آآ آآ ماركة ممتازة جدا لمايكات. بس المايك تقريبا اللي فيه مستوى آآ آآ مسلا تسجيل الاستوديو بتاعها تلاقيه حوالي اربع اضعاف تمن المايك اللي احنا بنستعمله من دوت. فانا مش شايف سبب يعني عشان اي حد يعمل استوديو في البيت انه يجيب مايكات غالية جدا لان حتى كمان دلوقتي ابتدت الصين تطلع مايكات ماركاتها مش معروفة ولكن حساسياتها عالية ومن الممكن استعمالها وانا كنت تطلع بيها نتائج كويسة جدا في حدود تلاتين واربعين دولار مسلا للمايكروفون وبيطلع بتاعته آآ كويسة جدا لدرجة مدهشة يعني. فالعالم التقدم جدا في موضوع صناعة المايكات دوت وبقى مش عزيز او مش صعب انك انت تجيب آآ يعني بقى الموضوع دوت من الممكن وصول لي بسهولة يعني. آآ احنا اكتفينا بالموضوع المايكات لغاية دلوقتي بالمايك وحنا قلنا الدايناميك دي احنا بنستعملها في الاقيقاعات الطبول وساعات بنستعملها في الفوكالز وساعات بنستعملها في القلات الجيتارات وال الكمانجات والحاجات ديت. المايك ممكن استعمله في اي استعمال بيلقط الصوت من اي مصدر. طبعا يفضل ان هو بيستعمل في الفوكال اللي هو الصوت بتاع المطرب لانه بينقل تفاصيل الصوت بدقة بدقة شديدة جدا بحيس ان دوت بيبقى الصوت المرغوب في سماعه. آآ ان شاء الله لما هناخد آآ بقية اجزاء اللي هيبقى عندنا في البيت هنبتدي نتكلم عن ازاي نسجل بالمايك وايه هي التكنيكات اللي انا بستعملها لما اجي اسجل بالمايك واطلع صوت كويس واما اجي ادخله على البرنامج بتاع او ال دي اي دابليو. دي اي دابليو. هنتكلم عن دي اي دابليو المرة الجاية. اشوفكم الحلقة الجاية. موسيقى